قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إعفاء الأعمال والمنشآت الاقتصادية في الإمارة من غرامات التأخير على تجديد الرخص الاقتصادية المنتهية ولفتت إلى أن المبادرات تشمل جميع الرخص المنتهية قبل الرابع والعشرين من مارس 2020 وذلك استكمالاً لمبادراتها الهادفة إلى تشجيع المستثمرين على تجديد الرخص الاقتصادية المنتهية وتسهيل مختلف الإجراءات على المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أبوظبي وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز بوضبي للأعمال التابع لدائرة التامية الاقتصادية قال إن عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في الإمارة ارتفع إلى 145 ألف رخصة بنسبة نمو 27% منذ بداية العام الحالي